أهلا بكم من جديد دعا محافظ نينوى نجم الجبوري الحكومة الاتحادية وقليم كردستان للإسراع في تنفيذ اتفاقية قضاء سنجار غرب محافظة نينوى وعودة أهل القضاء وقال الجبوري في حديث صحفي أن خطوات اتفاقية سنجار لا تزال متعثرة وليس وفق الطموح وضاف أن الاتفاقية مهمة لعودة أهل القضاء الذين ما زالوا في مخيمات النزوح وفي تاسع من تشرين أول الماضي وقعت الحكومة الاتحادية اتفاقا مع الإقليم لحل المشكلات القائمة بالقطاء وحسب الاتفاق سيتم ضمان حفظ الأمن من قبل قوات الأمن الاتحادية بالتنسيق مع قوات البشمارغة وأخراج كل الجماعات المسلحة غير القانونية من سنجار كما ينص الاتفاق أيضا على إنهاء وجود منظمات حزب العمال الكردستاني والغاء أي دور للكيانات المرتبطة بها في المنطقة اشتركوا في القناة